كان فيه بطولات ما بين مصر وسوريا زمان موسم 61-62 لعب في البطولة دي وحققها مع المنتخب وزي ما قلت لكم أيضا لعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 59 ولعب في 63 ولكن مصر خدت البطولة في 59 ولعب أيضا مع منتخب مصر في دورة روما الأولمبية سنة 60 وبطولة البحر المتوسط وكأس العالم العسكري يعني شارك دوليا حوالي 7 سنين من 56 ل63 ولكن حقق مع النادي الأهلي ألقاب كتيرة جدا حوالي 12 بطولة وانتو عارفين زمان البطولات كانت قليلة مش زي دلوقتي كان دوري وكأس فقط حقق مع الدوري 7 بطولات دوري عام و5 بطولات كأس مصر وزي ما قلت لكم حقق مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية سنة 59 ولعب مع منتخب مصر في 63 بطولة الأمم ولكن حقق بطولة واحدة مع المنتخب اللي هي سنة 59 طبعا كابتن طارق تولى منصب مدير الكورة وعضو لجنة كورة في النادي الأهلي فترة كبيرة جدا 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 وكان يعني من خلاله ومن خلال كابتن صالح سليم وبعديهم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي كانوا هم التلاتة أعضاء لجنة الكورة كانوا دايما بيجيب الصفقات هو دايما مع كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي لهم كل القرات بخصوص كرة القدم وكانت يعني لجنة كرة رائعة جدا في النادي الأهلي يعني استمر فترة كبيرة جدا جدا ما شاء الله وقد عمر كله للنادي الأهلي ويعني حتى وهو تعبان جدا في الفترات الأخيرة آخر سنتين ثلاثة طبعا كابتن طارق كان تعبان كتير وتعب أكتر من مرة وطبعا السن بحكم السن والظروف الصعبة رغم كل ده كان متواجد دايما في النادي الأهلي بيروح يتطمن على الفريق زي ما انتم شايفينه كده على كورسي متحرك مش فارق مع مين رئيس النادي الأهلي محمود طاهر أو حسن حمدي أو اللي هو مرتاجي أو كابتن صالح الله يرحمه كان بيحب النادي الأهلي حب كبير جدا جدا وخدم وقفن حياته كلها في النادي الأهلي حتى اللقطة اللي أنا جايبها دلوقتي حالا دي بعد وفاة الكابتن حمد أمام من فترة قصيرة رغم مرضه ان هو ما بدارش يمشي على رجله بكورسي متحرك كان حريص جدا ان هو يعني يروح يودع كابتن حمد أمام في منزله بعد الوفاة ويعزي دكتورة ماجل حلواني زوجة الكابتن حمد أمام وكابتن حزم إمام وأشرف إمام يعني كان حريص جدا وكان علاقته جمدة جدا ويعني بسيطة جدا مع الزمالكوية ومع الأهلوية ومع كل مصر كان الناس كلها بصراحة بتحبه فربنا يرحمه يا رب ويغفر له يعني بنفقد رموز كبيرة من رموز الكرة المصرية والرموز دي مش مجرد اسم الرموز دي كانت أفعال وكانت مواقف وكان دايما إحنا الصغيرين يعني نسمع كابت صالح سليم ونسمع محمد حسن حلمي زامورة وكابتن طارق سليم والأسماء الكبيرة وكابت النور الدالي رئيس النادي الأهل السابق واللي هو مرتجي رئيس النادي الأهل الأسبق وبنتحلم منهم دول يعني دايما كن نشوف المواقف الحلوة وكانوا دايما بصوا يعني ما هنا مع حسن غالي بيطابطب عليه طبعا ومتابع يعني رغم كبر السن ورغم المرض ورغم الألم ورغم عدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي ولكن كان دايما الأهل يكسب يروح يهنيهم الأهل يخسر يروح برضو يقف جنب اللعيبة جنب الأجهزة المختلفة فزي ما قلت لكم ما فرقش مع الأسماء ولكن فرق مع القيمة واسم النادي وحبه ليه النادي الأهلي وطبعا أخوه الراحل طبعا الكابتن صالح سليم الأخ الأكبر هم ثلاث أخوات يعني خليبا الكابتن صالح والأستاذ عبدالوهاب سليم والكابتن طارق سليم وهو الأخ الأصغر كابتن طارق سليم الأخ الأصغر لصالح وعبدالوهاب سليم البقاء الله وبقاء الله مبرح برضو في الكابتن السناري نجم النادي الإسماعيلي برضو يعني مش عشان هو الإسماعيلي ومن الجيل القديم في الستينات ننسى بالعكس إحنا يعني كل رموزنا وكل النجوم القدامة لازم نفتكرهم وندع لهم بالرحمة وبالمغفرة وبالخير يا رب وبنعزي أسرة طبعا قال سليم كلهم بنعزيهم في وفاة الكابتن طارق سليم ربنا يخفره يا رب ويرحمه ويدخله فسيح جنته النهاردة كان الوفاة صباحا وسبحان الله مفارقة غريبة جدا يعني مبارح بيتم 79 سنة وعيد ميلاده مبارح النهاردة بيتوفى وكان يوم برضو مش حلو للنادي الأهلي هنتكلم على المباراة وهنتكلم على حاجات كتير جدا ولكن في البداية طبعا لازم كنا نتكلم على الكابتن طارق سليم القيمة والقامة والرمز الكبير للنادي الأهلي اللي رحل عنده نيانا النهاردة